موسيقى اول شي في كتير عالم تعرف انه الترانزيت هي اساسا قصة الالمانية للكاتبة انا زرقر زيجرز زيجرز اوكي وهلأ انتو عم بتحولوها او حولتوها قردي على اللبنانة بطريقة التوليف وبطريقة التغيير شوي خبرينك كيف لفتتلك نظرك هيدا المسرحية بالتحديد وليه انت بتغيير عليها صو هي اصل المانة المسرحية هي رواية صو الاقتباس اللي نعمل هو على ثلاث مراحل اول شي ان كتبت هي بالاربعينات وقصة بتصير بين يعني عوقت هيتلر والنزوح وتاني ساري تهرب لامريكا الجنوبية وتهرب من اوروبا نوك جبتها على الشرق الاوسط جبتها على المسرح ملت منها مسرحية مونولوغ قررت يكون مونولوغ وجبتها لليوم يعني كمانا غي جانبت الوضع الحالي الوضع الحالي بالقصة هي قصة شاب الماني ما عنده هوية ما عنده اسم بالرواية عم بيهرب من هيتلر وبيوصل ع فرنسا المحتلة ومن فرنسا المحتلة بيوصل ع مرسيليا وبمرسيليا بيقرر انه معبل يروح محل تاني كل الناس عم ناطرة فيزا وناطرة تسافر وناطرة تفل بنا هو بيقول خلي نشوف كيف فينا عيش هون يومياتي عم بيبحث يمكن عن حرية معينة مت بيقولوا انبوش يعني مثل بيجايبت حرية حتى لو التاريخ عم بيخوت حوالي عم بيعمل هالسايف سبيس او السريقة المحل فرنسا بس الحل دايما وقتا يكون فيه ازمة يمكن هو انه الواحد يبقى بالحاضر يعني عاود ما يقعد يخاف من المستقبل اما يبكى على الماضي يفكي ياخد سيناريوات و يصير يحس اوكي طب لحظة لحظة كيف عم بعيش يمكن هون واحد بيلاقي حريته يصير قصة شاب سوري عم بيهروب من سوريا وبيوصل عا بيروت من بيروت بيوصل عالترابلوس مش نيك من ترانزيت سر اسما ترانزيت تريبولي ترانزيت ترابلوس وبه ترابلوس نفس الشي بينما الشباب والناس والعين عم تجرب تهرب اما ناطرين اما عا السفرات اما بالمراكب هو بكل هالعجقة والخفقة بيقرر بس يبقى من قهوة لقهوة من حاضر لحاضر يعني هيك عملنا لمحة عن القصة وعن الرواية عن شو بتحكي وبس حوالتوها لمسرحية أو بطريقة ما تترجم يا تساس هي كانت رواية ألمانية بالأساس ترجمناها أنا والممثل الأساسي أنك في مسل واحد على المسرح اللي هو جوزاف عقيقي وباسل شلغين اللي هو شاب صوري من المهنة دراماتورش كان على العمل وساعدني بهالكوريسبوندانس يعني كيف ننقول كل الحالات اللي كان العلاقة بالمانيا بالأصل كيف ننقلها لحالة شاب صوري الماضي طبعه بس كمان الحاضر طبعه بلبنان والخلفيات طبع يعني الأحداث الكبيرة اللي صارت أنه عنا كمان شخص عم يهرب بلورا يعني هولي بنشوفهم كمان بالحالات عنا بلبنان كمان وين لقيته صعوبة بالترجمة أو كان في صعوبة بالترجمة؟ بالترجمة ما كان في صعوبة ومعينة ومع باسل درنا دنقول للغة السورية العامة هلأ في كمانا كاركترز البنينية بالمسرحية سو جوزاف اللي حققه اللي هو العنجاد نجيز أنه عم بينقول من كاركتر لكاركتر ومنه أوقات نساء أوقات رجال هوني الصعوبة ما كانت باللغة ولا حتى باللهجة لأنه اللهجة السورية وعدة لهجات سورية بعدة لهجات دي لبنان كمان ذوك جوزاف مبدا بس الصعوبة لقالي كانت أكتر كيف كيف نقول رواية للمسرح يعني وين أقتش وين قص دونك بالأول دايما عنا انتها ناس نطول صد بالأخير قص لبين ما تصير ميسكة ومتميسكة للجمهور يعني أكيد كل العالم اللي بتعرف المسرح بتعرف كمان أنه تنقل رواية للمسرح كتير أشياء بتتغير وبذات الوقت كتير أشياء بتنضاف يمكن أو هيك بيكون بلحظتها على المسرح إلى غير رونة عن الكتاب بحد ذاته مضبوط هلأ الانضاف كمان هو الموسيقى نقررت يكون في موسيقى على المسرح في ربيع جبالي اللي هو لبناني من الجنوب لبناني فرنسا هلأ أعاد بفرنسا دونك هو ألف موسيقى العرض تأليف رائع وهو على المسرح عملي عزوف دونك تجاه دا شي حي بيستند عليه الممثل تايرتح وقتنا مسرحية ساعة ونص شخص لحاله على الخشبة من مالي التاني اللي يضاف هو أنا زاجرز كتبتها كتير مسرحية بشكل معنى أنه فيها كتير حياة بس وقتها نقربهم علينا ويصيروا ناس متلاق فيهم كل يوم يعني أكيد قربها من واقع تبعنا مثلا بيترابلوس في نساء ترابلوس في يعني أكيد في غير جو جليل وروح الفكاهة والصخرية حتى تبعنا زاجرز قال لبنيلا لنقدر ندقر بأشي نحن حسسين يعني لفتتنا نظرنا بكل هالأزم يعني بالأخير مثل ما من اليوم حتى اليوم نشوف هالشي بالأزم الكبرى اللي ضربتنا وضرب المنطقة أنه بهالأوقات تحديداً واحد بيفهم حقيقة الشخص يعني إذا كل شي منيح ممكن ما أعرف من أنت مصبوط بس وقت يصير في أزم رح أفهم عن جد من أنت دونك هوني بنعرف من ال أنا زاجرز كتير بتتمسخر على الانتلكتورز هالي مفكرين يمكن مفكرين هالي وقتها تصير الأزمة يمكن بيعملوا سيرف على الأزمة بيصيروا يخدوها فرصة ينشهروا فرصة تفاجأتين يقولوا أنه هن المضطهدين دونك نزملون بينما الناس حوالينا عم تقشط وعم تغرق هن بيقدروا يشكلوا لحالوا النوع من أهمية دونك هي حابت كتير ترفض نظر على هيدا شي وبلبنان عنا كتير فرص أنه نتلاعب هيك أشخاص أكيد يعني أنا زاجرز كانت عم تحكي يمكن عن وضع ألمانيا أو شي عم بيلفوت هونيك ونحن عم نجرب كمان بترانزيت ترابلوس ندوّع على لبنان أو على المحيط هون خلينا نشوف الترايلر سوا كارولين ومنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبذات الوقت الميوزك ورا عند باكراوند هيك أنا أخذتني شخصيا لمحليات كتير فأكيد كل شخص بده يحضر كمان رح يكون عم بيحس بشي جديد لما خبرنا كارولين لما وصلت فكرة أنه كمان شفته محيط ترابلوس لأشخاص العايشين هناك كيف كل شي عم بيصير خبرينا أكتر عن هالنقطة لأنه بنعرف يعني عنا بلبنان من منطقة لمنطقة بيتغير كل شي إن كان من كولتشر إن كان من سقافة وإلى ما هنالك وبذات الوقت في كتير إشياء سيميلاريتيز أو إشياء بتتشيبة كيف اشتغلتوا وكيف وصلتوا الصورة الموجودة بترابلوس كمان تتوصل على خشبة المسرح حلا كنا دخلي تبين لي أنه وقتا بدنا نحكي شو الإكيفانات مع مرسيليا بنسبة لإلي كانت ترابلوس ترابلوس بنسبة لإلي كتير كتير قريب يعني بحبة بعشاقها المدينة لأنه عندها ميزة هي أنه حية مدينة حية كتير وأم بلوس نحن كتير موجوعين على بيروت وخاصة هلأ بيروت منحس أنه هلكيل هلكيل أول ما صار انفجار بيروت بالأصل يعني وقتا نروح للمناطق من الشمال للبقاع كنا نحس أنه على ليلة في أكسجان ويعني كأنه بدنا نروح لشي ما مات تنقدر نرجع لحياة ترجع تشيبها بلد الصغير كتير بيفرق من منطقة لمنطقة بس بحس أنه نزم يكون في هالسيركولاسيون هالتجول من منطقة لمنطقة من قبلنا نحن مش تنوحدة ومش تتشير كلها بتشبه بعض لأ بس تنقصر ناخد الحلو من هون ونرجعه لهون الحي من هون رجعه لهون بلنسبة لأيلي ترابلوس هي متعددة أصلا كمدينة من الميناء لقلب ترابلوس لمعرض رشيد كرامي وين عرضنا المسيحي وهذا كان شيء مميز شيء اللي قلنا لأن المكان رائع من هو كمان إلوميزي خاصة بالمدينة كمان هيدا المعرض بالتحديد وبعطيت كتير أعمال كمان عم تنعرض هونيك وهيدا يعني صار منبر للفن كمان بطل بس خبرية معرض لكن صار حي أكتر بالمسرحيات والفنون كمان اللي عم تنعرض ايه عم يصير أكتر موسيقى مظبوط سو بنسبة لأيلي هاوي ترابلوس حيات ترابلوس كان كتير مهمة تبين والبحر أكيد من مايلي التاني كنا عم نحكي يعني كيف لبنان كمان كل محل بمطرح بتروح عليه على جد بتتغير الفكرة كلها وبتشوف أنه أنت صرت بمطرح جديد للأسف العديد من اللبناني بيفضلوا يمكن يسافروا على أنه يروحوا من منطقة لمنطقة ونحنا عمنا بلبنان كتير مناطق حلوية صح يعني نحنا عزوط تطلع على الأفق ونقول يا ريت نحنا غير مكان بس يمكن هيدا نوع من الكثل لأنه لو واحد بيغوص أكتر ببلدنا وبيشوف بجانب يعيش أفاد دلوقت الحاضر بيشوف أنه واحد فيه عيشه كتير منيح بينما بره إذا ما بتعرف تكون دلوقت الحاضر كمان مش راح تعيش منيح يعني بالأخير هي طريقة طمط حياة وهذا اللي فهمه الكاركتر هلا هي القصة قصة نزوح كمان وقصة ناس عم تهاجر وناس عم تتنقل وناس عم تتنقل مغرق يعني مش بورة تتنقل مش كالناس مرتاحة كمانا كل هيدا القصة يمكن بتخص الغرب والغرب بيهمهم وقفات اللي نازم نقوله أنه هالعمل هو إنتاج مشترك من دعم من الجوتة إنستيتشوت في شيء اسمه اترناشنال كوبردكشن فوند دونك مشان هيك عرضني أول مرة ببرلين شو نحن الأكيب كان عنا أكيب ببرلين ونقلنا لبرلين تنشتغل ونعرض هونيك وكان جزء ما عم نمارس هيدا الشي شو هو الواحد يكون برا شو الواحد يكون شو هو نحن كفانينين قدام هم لقلنا أنه نتعرف على غير فانينين مستوههم كتير عالي وبيشتغلوا صح ونروح على مسارح مهيئة بنفس الوقت نحن شو عم نجيب أي نوع حيات عم نجيب أي نوع ديسكور شو عم نحكي شو عم نخبر كمان أهمية هيدا الشي نحن كالبانيين كناس من شرق الأوسط اليوم كارولين بسنس عم نحكي هلأ كمان عن العرضات أول عرض كان ببرلين بإلمانيا خبرين عن العرض كيف كان كيف كانت الأصداء طبعه وتنقلته كمان على معرض رشيد كرام الدواري كنا كتير محظوظين هي أنا زيجرز بنفسها أسست شيء اسمه أكاديمي ده كونست مع أصدقاء لقلة يعني أكاديمي ديزاخ قبل الفرنسي بس من المترجمة وكتير بحب هالمؤسسة مؤسسة عريقة ومهمة كتير وقديمة بالمدينة ما بتلتحق كتير بالموضة منع على الموضة وما عبت ما فقدت ذاتها إذا بدك هيدا يعني اللي عم نشوفه كمان كتير مناطق أو محلات حتى الفنون عم تمشي مع الماشي عم بتشوف شو الداريش تتعمل مثله وعم تفوقت ذاتها لأنه بالنهاية هي اللي بيميزها هو الذاتة أو جوهرة هو الحقيقة وفي مناطق بعد حتى بلبنان عندها هيدا أكيد بره كمان نفس الشيء وبعتقد هيدا لك مؤسس كتير يعني شرفنا نشتغل معهم وقدموا للمسرح تبعهم اللي هو شوي هيك غريب وعنده تاريخ صعراتنا ثلاثة عروض ببرلين وإجا إجوا سوريين تبعى برلين إجا المجتمع الألماني واللبنيني كان في إقبالي كثير كان في إقباله وكان تجربة لقلنا يعني ما بعض لقلية جديدة هذا رابع عمل لقلية أول ما رابع أعرض بره بس كمان وقت رجعنا على لبنان ودايما أنا عندي هالقيدة يعني بحب مش بس أعرض ببيروت بحب أتجول بمسرحياتي بكل المناطق بشوف أن المناطق كثير متعطشة للفن للفنون الإدائية خاصة يعني يشوفوا شي حي ويطلعوا من التليفزيون نحن حي بس على التليفزيون مظبوط دونك على أنا بيترابلوس هذا الشي كان كتير مميز كمان مظبوط برواية ألمانية بس جبناها على عنا واليوم عم تنقل على بيروت على مسرح المديني كيف عم بتم التحضير لها العرض شوي ما بعرف كتير عندي إيمان أنه نازم تنعرض ببيروت أنه نازم ينعطيها حقه أنه نازم جوزافي ربيع يلمعه لأنه بجنن وردين ببرلين طلال أكثر شي يعني ملاحظات على على قديشون بجننه مدير كمان تعونا مع مسرح أهم مسرح ألمانيا اسمه الشاوبينة كان بارتنر على المسروع كان هالشي كتير كتير فريد من نوعه ومدير الفني طبعا الشاوبينة قال لي صار 30 سنة بشوف المسلين قليل ما شوف مسل مثل جوزاف يعني كنا شي مبهر لك عبالي مع أنه في الوضع الراهن مثلا منعرفه ويمكن في خوف معين بس نكون بمسرح المديني اللي هو أكبر مسرح والمسرحي بدي مع أنه مسل واحد بس بدي اسباس لأنه قلت الشي في مضمان في حركة كتير بالمسرحي والموسيقى والفيديو والبروجيكشن بيعبه سو بدي أعطيها بدي دمنا نعطي بس نعطي يكون نحن عنا أمل ونشارك هالأمل بأنه الفن مستمر صوتنا مستمر ما عبيلين نوقف يعني كيف دي قللك شي عضوة فيه أما حدس بيقلي ما نازم نوقف سو ما في مكان ومحل للخوف يعني كارولين بهايد الفكرة رح نوصل لختم المقابلة لأنه عن جد الفن عم نشوفه هلأ يمكن عم بيلمع أكتر وأكتر بيزل كل الظروف ولكن عم بيكون رسالة للعالم يعني العالم عم بتكون متعطشة لأنه عم بتشوف أشياء تغير جاو أو تكون كمين بيزلت الوقت عم تعمل رفلكشن بينها وبين حالة عم بتلاقي حالة بيهل المثلين أو بالقصة وبتروحها بايتها بتفكر شوية غير الأخبار اللي بنسمعها غير الأشياء اليومية اللي عم بتكون تصبت في شغال تاني يعني من مايلي فيه اللي بدون يغيره جاو بفهمهم أكيد ومن مايلي التاني فيه اللي بيجربوا يعقصوا حقيقة معين متل ما عم بتقول الناس روحوا بس وقتها منشوف الصور اللي عم نشوفها على التليفزيون هون فيه يعني عبيلي شبقهم إذا بدك هالصور عدا سياسيا أكيد وإنسينيا وكل هيدا أعلم كل شي بس عدا هالشي حتى عبيلينا نشبقهم بوجه الفنانين خاصة فنانين الغرب هاللي ما بنعرف وين إنسينيتهم صاري نقول لهم شو عم تعملوا أنتوا أعمال بتفيد ساوي هيدا الشي يعني ربع ربع الامباكت طبع هالصور يعني اللي هي إنسينية خانقة عم تتعذب مزبوط وأنتوا عندكم هالمنصة اللي فيكن توصلوا صوت معي في منصة بصبع عندكم وقتها تصلتوا إنسينيتكم شو بيبقى تخبروا مزبوط ونحنا هون كفنانين بلبنان بين إنه من ميل بتشوف صورة أما فيديو وبتبلش تبكي وبطل عبالك تشتغير بعدهم تقول لا لا رحشة حالي نوك رحشوف أقل بس كمان فيك تفكر كفنان يعني قبل ما أحكي عن الجمهور كفنان شو عم نعمل في كون قد اللي عم تشوفه أكيد ماشي ومش لهيك دايما وقتها يكون فيه كتاستراف بيقول يعني هيدا الشي مش يعني بدك شوية بعد تتقدير تخلق بس بعدين شو أهمية تخلق حيالا شي وتشارك وما غيرك أنا بقول بالأخير بيبقى معنا واحد هو المشاركة لإنسانية نقدر نعكس حقيقة معينة تذكرنا أنه بنص هالفزاع بيبقى القلب نابض أكيد أكيد الفن ما بيوصل على هيدا المستوى طبع الحقيقة بس بيجرب بيجرب وبيعكس شي معين كمان بيضوي عليه بطريقة معينة بيعقل شي لها اللي باقيين أكيد لها اللي باقيين كارولين أنا بدي أشكر كتير وأكيد بنواجه تحية كتير كبيرة لربيع وليجوزاف ولكل الأشخاص اللي عاملين بالمسرحية لأنه عن جد عمل من أربع سنين بلش وبعده مكمل وبعده عن بحق نجاح فيعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تضلوا بهذه الهمة بدي أشكر وجودك معنا كارولين حاتم مخرجة مسرح وكمان بكل التوفيق للمسرحية وأكيد بس توصيه بمارس تقليبا بأذار من 14 إلى 28 أكيد نحن بنرجع من ضوء على هذا الموضوع وبتمنى لك كل التوفيق عنه سبحياتنا بتكمل وليكن بعد بريك أسير اشتركوا في القناة